السؤالي أنا لو عملت زم لو حد عمل زم كبير شوية يعني ورجع بقى استغفر ربنا كتير وكده إزاي عرف بقى أن ربنا غفر لي وهل كده أنا مش هتحاسب عليه خالص يعني لو ربنا بإذن الله غفر لي هدوب على السؤالين بس بعكس الترتيب هو عشان أعرف أن ربنا غفر لي ده مستحيل أن أنا أعلم الغيب الغيب دوت عند الله نحن على أمل المغفرة بس ما يكون في علامات برضو يا شيخ؟ هو في علامات لكن ما فيش تأكيدات حلو سؤالك وحلو سؤالك وحلو سؤالك في علامات للمغفرة نقدر نقولها علامات المغفرة الخوف من المؤخذة انكسار النفس صدق التوبة بالعزيمة على عدم العودة إلى الزم عدم المجاهرة بالمعصية وبالفعل بيقولش أنا من عشر سنين فعلت كذا وكذا أنت وضيت نفس النبي بيقول كل أمتي معافة إلا المجاهرون إلا المجاهرون زي بردو استغفاء العزيم ناس اللي في رمضان مثلا في عز النهار وعاديين بيفطرهم عادي جدا وما فيش أي دي علامات الغضب المجاهرة بالمعصية علامات الغضب لكن احنا بنتكلم على علامات قبول التوبة مش دا كان سؤالك علامات قبول التوبة اللي أنا قلتها لكم انكسار النفس الخوف من المؤخذة عدم المجاهرة بالفعل يعني بسطر الفعل رد الحق إلى أصحابه العزيمة على عدم العودة إلي انشرح الصدر للكتاب الله ولذكر الله سبحانه وتعالى والمدوامة على الطاعة دي علامات لأن ربنا الولدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أيوة لو انتقل من مرحلة الفاحشة إلى الزكر هنا بقى النقلة دي يتعلام من علامات القبول فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله وسيدنا من علامات قبول ربنا سبحانه وتعالى أود أخول الإنسان الجنة كانت في قصة جميلة جدا عن الحتة دي أنا اسمعتها سمعنا إن هارون الرشيد قال لامرأته أنت طالق إلا ما أكن من أهل الجنة أنت طالق إلا ما أكن من أهل الجنة بقية الطلق الشافوي آه الله لا يرجعها جمع علماء بطب عبدالد كلهم نفيش حد عارف يخرجوا إن تطالق إلا ما أكن من أهل الجنة فهو هيعرفوا منين إن هارون الرشيد من أهل الجنة فسيدنا الليث بن سعد كان ساعتها كان موجود بمصر فقال له العلماء قالوا له هاتي الليث فإن لم يجد لها الليث حلا فلا حل له رح سيدنا الليث بن سعد رضي الله تعالى عن رجيه لهرون الرشيد فقال له إن أنا قلت لامرأتي أنت طالق وإن لم أكن من أهل الجنة فهل لها مخرج فسيدنا الليث بن سعد رضي الله عنه قال له أستحلفك بالله يا أمير المؤمنين يعني وإنت عاد مع نفسك كده معيطش قبل كده يعني وإنت عاد مع رضيه ما بكتش كده وبقيت منكسر لله فسيدنا هرون الرشيد قال له والله يعني كثيرا وكثيرا فقال له أنت من أهل الجنة الدليل بتاعه ولمن خاف مقام ربيه جنتان الله 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 حاجة جميلة وقياس لطيف وماشاء الله مع أني الحقيقة أنا متحفز على حتة إنهال البكاء بالضرورة يعاكي يكون علامة على الخوف لا ليس لو أنا بقى أوقف مع الليس بن سعد كنت أقول له لا 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 أنا أتخيل يعني كنت أقول له البكاء ليس علامة على الخوف قد يكون علامة على الجرم قد يكون علامة على السفالة قد يكون علامة على البشاعة إزاي دخل رجل على الخليفة المأمون وهو يبكي فهم الخليفة أن يحكم له يشكو له الشكاية يعني الموضوع فكان قاعد إمام من أم أظنه السوفيان الثوري رضي الله أنه قال له يا أمير المؤمنين لا تنخدع ببكاء ربما يكون هو الظالم قال له وما دليل قال له تذكر قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء عشاء يكون وهم عاملين عاملة إيه عاملة خطيرة جدا مسك أخوهم رمو في الجب وجاء أباهم عشاء إيه يبكون فهل البكاء وحده وحده دليل على الخشية بس أفاقع سيدنا أن البكاء مع النفس حاجة وأنه هو يبكي أمام شخص تاني حاجة فهو ممكن يكون بكى قدام أمير المؤمن اللي هو المأمون بكى لأنه يعني عايز يخدعه إنما حينما يكون الشخص مع نفسه يعني طبيعي الإنسان الإنسان من يخدع نفسه متأيقلي عبد الرحمن هو المأحق وأنا لغلطة الرأي ما رأيت يا عبد الرحمن فتح عليك وبورك فيك وغفر لك أنت ومن حضر معك